الاكشن والدراما والحماس والمشاكل طبعاً من ننسى الفضائح كل هذا تجد فيه باب الحارة الجزء الثاني بعد ما بيسان نزلت مقطع على قناتها اللي كان هو الرد المنتظر على محمد جواني وعلى حيدر قيتارة طبعاً جواني مسكت وطلع بحسابه بالإنستجرام ونزل استوريات ردبي على بيسان اسماعيل وهددها انه رح ينزل مقطع ورح يفضح به ورح ينزل تسجيلات صوتية تفضح بيسان رح اضطلكم للسرعة متشوفوا لاحظت بكل الفيديوهات اللي حكيت فيها عنها عنهم ما جبت ولا محادثة ولا اي شي خاص ولا اي شي شو كان في بيناتنا ولا اي شي لاحظتوا كان ردي كلهات واغلب ردي كان على الوسخة امه وعلى الرخيص اللي طلع جاب سيرت الشرف وصيحت كلمة يامين كلمة شمال وبس مهم يحكي ويعليق أبو قرون واللي صار واللي صار من شوية بصدني في دم متابعيني بقول يا جواني رد من رشو اوكي على ما كان بدي ما كانت حابب اني احكي عنك او احكي عن شو بيناتنا وازهرت تجيلات صوت او احكي شغلات يمكن توطي غاسك طول العمر بالصراحة انتي اجبرتيني من شان هيك اوكي الله اولي جي مهوري وستعد في الناس يا جي مهوري اتو عشر اشخاص كلكون علي اكيد كنا عليك انو انتي ما شاء الله ما باعب جدا بشيو بدي اوصفك اقول لحال استنوا الفيديو رح وارجيه للناس مني رفضت صار الوقت والله انا ما حكيت لحد الاعشارتك وانا اللي كنت محطف زك سنتين انا اللي كنت ما لبسك القصير لهذا الشي نسبت قدام الناس كلها انا اللي كنت اطلعك بصورة ممنيحة بس انا رح احكي للناس ليش انا رفضتك مع تجيل صوت امك وصوتك اطلعي تمام عندي قد تجيل الصوت وارح اطلعه بالحلقة وتسمعي بادنك وتستمتعي فيه وخلي الناس تبزع عليه كل الناس هبابي رح تقول لي جوانك تفضح بنت وعيب عليك تفضح بنت رح اختصر هذا الشي برد الصغير انا رح تصويت هون بتحبوا اظهر الشي اللي عندي الشي اللي كان بينات لحد الا ما حكيت عليها الا شخصيا دقوا بكلامي ما حكيت عليها شخصيا بس هي جبرتني اليوم اوارجيكم من رفض الثاني ومن شان شو رفض الثاني مع تجيلات صوت مع محادثة مع كتير شغلات بيني وبينك صار الوقت من تحطي راسك وتورجي للناس شوان شلون شرفك بالاراضي من الواضح الصراحة ان يا حبايب انه جواني مدا يمزح وفعلا حيكون عنده فضائح هذه المرة وروح يحط تجيلات قوية فانتظروا مقطع جواني وروح اشتركوا وكلكم بقناته وفعلوا الجرس وانتظروا مالتا المقطع شو كده رح ينزل وطبعا بالتأكيد بسان اسماعيل مسكتت وطلعت بحسابها بالانستجرام ونزلت استوريات ردت بي على جواني وقالت انا ما خايفة من اي شي وانشر كل شي تريده حط لكم الاستوري عامود تشوفوا هاي واحد اتنين اي شي عندك انشروا انا واثقة من نفسي وكلنا فكرناك بني اعظم اول شي حتى المتابعين بس بعدين اكتشفناك انك انت واحد بلا اخلاق اوكي مراح اكتر من هيك انا واثقة من حالي واثقة من نفسي وكلنا نغشينه فيك فاستور حالك تمام لانه اذا انت بدك تجيب شي قديم انا عندي شغلات جديدة كيف كنت تحكي عالعالم اللي هلا انت معه وعندي تشجيلات كيف انت وابوك كنتوا عم تطلبوا ايدي اوكي ولو اني عن جد متل ما كنت عم تحكي ما كنت اجيت وطلبت ايدي فاستور حالك وبس هيك طبعا جواني مسكت منزل استوريات وردبي على رد بيسان شوفوا الرد ما جواني اوه بالقلب شفته قديش التوتر والخوف في قلبه بخمسين دقيقة بس من استوريات اللي نزلتوا من شوي طلعوا وردوا عليهم عندي تشجيلات والجمهور بظهري وانا ما بقسة الجمهور العراقي الممسين العراقية بس بدي تحاول تستعطف حدا من الناس بس وقفوا معي ولا خص البنات نصف تستعطف البنات وقفوا معي اوه شانا انت ما بتمسلي اي بنت لك انت اوه شيدا عار عليك انت تقول انت جيت تطلبني انت وابوك لما انا جيت اطلبك وانت انا رجال جيت اطلبك بالحلال شانا اضبك وصفيك بنياتني بس انت شو عملتي رفضتي واتي لانا بدخل ديني الاسلام وانا بدي اضل عم بغني عالمسارح ومو انت امك لقالتها انت سوف تبكي وانت بدي اجواني عا كل حال التجيلات انا رحطهم انا اللي رحط التجيلات الصوت انا اللي رحط المحادثات انا اللي رح احكي انا رجال بفتخر ان ايجي طلبتك مش انا اضبك اسابيك بنياتم بفتخر اذا بتلف الدنيا كلهات انا بتلاقي واحد صريح مثلك مشانا انت يستنى التجيلات مو انا سلام خلينا ننتظر مقطع جواني النار حيكون بعد انس الشاي بنزل على حسابي بالانستجرام شوية استوريات يرد بي على جواني ويدعم بي سا رح اعطلكم اياها بسان اسماعي لحبيبة القلب نزلت فيديو كثير ضرور ومهم على قناتها على اليوتيوب حبابي ارفع الشاشة وابدي منكم تعذروا الفيديو للاخر كشفت حقا كثير مهمة لازم انتوا تعرفوا فيها سبب حدف اقنيها على اليوتيوب وكشفت بعض عماية الاولاد حرام حسب الله نعمل وكيل فيهم ما خلوا الولاد الحلال اشي بها الحياة فحباب ضروري منكم انكم ترفع الشاشة وتحضروا الفيديو للاخر وحسب الله نعمل وكيل فيهم كل اياتهم كل واحد بضربة سان واحد في المية وامي البيس وانا همك احنا معاك على الموت وكل جمهورنا بضهرك ولا تقلقي والقاد معظم بإذن الله وقربت ان شاء الله خير وانتظروا كل اشي جديد حبابي تحياتي للجميع اشتركوا في القناة